تان تان تأثر هيرجي بما كان يحدث في تلك الحقبة فاستعار أماكن شهدت أحداثا حقيقية وأدخلها في كتبه الهزلية لقد كان يعمل طوال الوقت آنذاك حيث لم يكن هناك أي مصادر إلهاء يعتبر المؤلف البلجيكي عراب الكوميديا الأوروبية وشخصية شهيرة في عالم الكتب الهزلية على الصعيدين الثقافي والاقتصادي ترجمت أعمال هيرجي إلى مائة لغة وبع أكثر من 250 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم من مغامرات أيقونته تان تان بحسب القيمين على المعرض ولد جورج ريمي المعروف باسم هيرجي عام 1907 في بلدة إتريبيك البلجيكية وفي طفولته انضم لفريق الكشافة الخاص بمدرسته لذلك كانت تجاربه ومقالبه خلال تلك المخيمات مصدر إلهام لرسوماته الأولى كانت الأفلام أيضا مصدر إلهام له في البداية مع ظهور أفلام الأبيض والأسود حازت سلسلة تان تان على الإعجاب لرسوماتها النظيفة والواقعية والمعبرة والتي تستند إلى موضوعات السياسة والتاريخ والثقافة والتكنولوجيا في عام 1925 بدأ ريمي العمل في صحيفة القرن العشرين البلجيكية وفي عام 1929 نشر هيرجي في إحدى طبعات الصحيفة شخصية تان تا وكلبه ميلو لأول مرة تان شخصية مميزة للغاية تحديدا من ناحية الرسم فقد اعتمد هيرجي الخط النظيف وألوان موحدة وهو ما ساعد الأطفال والكبار على فهم القصص حتى لو لم يكونوا قادرين على القراءة هناك تسلسل فطري في سرد الأحداث عبر الرسم ليسهل على الناس جميعها الاستمتاع وفهم القصة خلال الحرب العالمية الثانية استمر هيرجي في النشر حتى أغلق النازيون جريدته وترك قصة أرض الذهب الأسود غير مكتملة ويتيح المعرض المخصص لتان تان للجمهور فرصة لاكتشاف الرسومات الأصلية والمنشورات الأولى لهذه الشخصية في الصحف والصور الفوتوغرافية ووثائق الأرشيف